بيبدأ الفيلم بعيلة ادمز اللي بيروحه المعرض العلمي اللي في مدرسة بنتهم وينيس داي وبنشوف وينيس داي وهي بتاخد عينها من صفات الاختبوت علشان تجربها على عمها فيستر وده لانه غابي وهي عايزة يبقى زكي زي الاختبوت بتاعها وفعلا بتنجح تجربة وينيس داي وعمها بيقدر يحل المكعب بكل سهولة لكن وينيس داي بتتدايق لما بتلاقي ان الجايزة راحت لكل المشتركين في المسابقة وبتقولهم ان طالما مفيش خسران يبقى مفيش كسبان وساعتها مقدم الجواز اللي اسمه سيروس بيعرض عليها التعاون علشان ياخد منها التجربة بتاعتها لكن وينيس داي بترفض وبتقول ان تجاربها من اسرار عيلتها ولما سيروس بيسألها عن عيلتها بيلاقيهم حرقوا المعرض ونشروا الفوضى في المكان بعد كده بيرجعوا البيت وبتتكلم وينيس داي مع نفسها وبتقول ان كل العظماء كان عندهم عقبات زيها وبتمسك دوميا سحرية على شكل اخاها بوكزل وبتتحكم فيه من بعيد وبيتجمع جمز مع مورتيسيا وكمان فستر على العشاء وبيتداي جمز جدا لما بيلاقي ان وينيس داي بعتت لهم رسالة بتقولهم فيها انها مش عايزة تاكل ولا تسمع رأيهم عن اداءها في المعرض العلمي فبيزعى الجمز اكتر لان دي تالت مرة تغيف فيها وينيس داي عن الاكل الاسبوع ده فبتقوله مورتيسيا انها هتبقى تزورها في قضيتها علشان تتكلم معاها وساعتها بتيجي فكرة الجمز وهي ان هو هياخد العيلة كلها في رحلة سوا علشان يستكشفوا فيها البلاد ويقربوا من بعض اكتر وفعلا بيجهزوا عربية التخييم بتاعة العيلة وكمان الشنط الكتير اللي شايلها لارتش وبيبقى جمز فرحان جدا لانه هيقدر يقرب من اولاده اكتر على عكس وينيس داي وبوكزل اللي بيبقوا متضايقين من الرحلة وقبل ما يتحركوا بيجي شخصه بينادي على جمز اللي بيخرج هو مورتيسيا مراته من العربية والشخص ده بيقولهم انه هو محامل عيلة عايشة في كاليفورنيا وبيعرفهم ان بنت العيلة دي تبدلت يوم ولادتها مع بنت عيلة ادمز اللي هي وينيس داي فبيتحك جمز هو مراته وبيفتكروا ان بنتهم دفعت للراجل ده فلوس علشان يعمل كده وده علشان تهرب من الرحلة فبيحاول المحامي يفهمهم ان الكلام ده حقيقي وان وينيس داي مش بنتهم لكن طبعا ما بيصدقوش كلامه بيروحوا يوضعوا والدة جمز لانها تفضل في البيت علشان تاخد بالها منه اسناء غيابهم وبيركبوا العربية وبيبدأوا رحلتهم وفي العربية بيشرح جمز لعيلته ومسار الرحلة على خريطة متعلقة على الحيطة وبتقول مورتيسيا لأولادها انهم بيجبروا بسرعة وعلشان كده لازم ان يعملوا ذكريات علشان يفتكروها بعد ما يتفرقوا كل واحد يبدأ حياته الجديدة الوقت ده المحامي بيبقى ماش وراهم بعرابيته ومعه مساعد الرئيس بتاعه اللي باعته علشان يجيب له وينيس داي وبيقول له المحامي انهم لو ما قدروش يرجعوه له بوينيس داي الرئيس هيرفدهم أما فاستر بيكرر يغير مصار الرحلة للشلالات علشان بقى بيحب المياه بعد ما وينيس داي شرابيته العينة من صفات الاختابوت ولما بيوصلوا للشلالات بتتحول ايد فاستر لدراع اختابوت لكنه ما بيهتمش بالموضوع وبيحاول بوكزيل يباين اعجاب والبنت واقفة مع صاحبتها لكنها بتتريق عليه وساعتها وينيس داي بتتحكم في بوكزيل عن طريق الدمية اللي على شكله بيتخلي رؤوسوا قدام كل الناس وبعدها بترمي في المياه في الوقت ده بيكتشف جومز ومورتيسيا ان المحامي اللي عايز ياخد بنتهم جاي وراهم فبيحط جومز مراته وبنته في برميل وبيرميهم في المياه وبينط وراهم وبينط بعدها فستره مع المحامي وبتستغرب من تصرفات والدها الفترة الاخيرة وبتسأل مامتها اذا كان ده دليل على ان باباها يموت لانه مهتم بعمل ذكريات ومغامرات معاهم بعد كده بيرجعوا للعربية وبيكملوا رحلتهم وبتحاول مورتيسيا تكلم الجدة في البيت علشان تطمن عليها لكن الجدة مبتردش وده لانها بتبقى عاملة حفلة في البيت وعزم ناس كتير جدا وكمان بتذاكر مدفوعها علشان تجمع فلوس وبنرجع لجومز وعالته اللي بيخيمه في الغابة وبيبدأ جومز يحكيلهم بقصة مرعبها للتسلية وبيقلق هو مورتيسيا على وونس دي لانها سكتة طول الوقت على عكس الاطفال اللي في سنها فبيحكي له انفصر عن يوم ولادة وونس دي لما كان عايز يشوفها في المستشفى لكن لما دخل الحضانة لها اطفال كتير جدا بتعيط فبدأ يلعب بيهم علشان يسكتهم بعد كده رجع كل واحد لسرير وسابهم ومشي فبتوقف مورتيسيا وجومز وهم مغضوضين وبيقرروا يتمشوا سوا في الغابة وبتقول مورتيسيا الجومز انها خايفة ان وونس دي ما تبقاش بنتهم وان المحامي مش هيسكت غير لما ياخدها منهم في الوقت ده وونس دي بتبقى امرأباهم وبتسمع عمامتها وهي بتقول ان مهما حصل ماينفعش وونس دي تعرف انها ممكن ما تكونش بنتهم فبتمش وونس دي وهي بتفكر مع نفسها لان دي هتكون بداية قصة حقيقية لها لما طلعتش بنت جومز ومورتيسيا بعد كده بيكملوا رحلتهم وبيوصلوا للشط وبيقعد جومز ومراته يستمتعوا بالبحر اما وونس دي بتبقى مجغولة في عمل مقالف في الناس اللي بيقولولها انها غريبة الاطوار وكمان بتعمل مقالف في اخوها بجزل اللي بتترق علي الناس وبيترعب كل اللي في المياه وبيجروا لما بيشوفوا زعنفة قرش لكن بيكتشفوا ان ده فستر اللي كان بيحاول يلفت الانتباه وفجأة بيوصل قريب جومز اللي جومز بعات له دعوة علشان ييجي ينضم ليهم في رحلتهم وده علشان يساعتهم في مشكلتهم مع وونس دي وبيركبوا العربية وبيكملوا رحلتهم وبتقعد وونس دي مع قريبهم وبتحكيلوا عن مشكلتها لانها مش عارفة تحدد هوية لنفسها ومش قادرة تعرف هي مين ولا عايزة ايه في الوقت ده بيبقى المحامي والمساعد بتاعه ومشيين وراء العربية ولما جومز ومراته بيشوفوهم بيقفلوا الأبواب وبيجمعوا العيلة علشان يلعبوا سوا لكن المحامي بيوصل للعربية وبيبص من الشباك فجومز بيخلي لارتش يضربوا من غير ما ياخد باله وبتكرر مورتيسيا وجومز ان هما يدوروا على مكان يستخبوا فيه من المحامي وبيروحوا المدينة وبيدخلوا مكان معمول فيه مسابقة للبنات فبيكرر جومز ان هو يخلي وينس دي تشارك فيها وبياخد بالعيلة وبيقول لمرتيسيا ان عنده خطة ومش مطلوب منهم غير ان هما يمش وراءه وبتدخل وينس دي قضة الملابس اللي فيها المتسابقات وبتسألها واحدة منهم عن موهبتها فبتقول لها وينس دي انها بتعرف تقرأ الافكار وطبعا البنت ما بتصدقش غير لما وينس دي بتبدأ تقرأ افكارها فبتخاف البنت وبتتعب وبتجري اما جومز وباقي العيلة بيدخلوا للمسرح علشان يتفرجوا على وينس دي وهم لبسين اللبس التقليدي لأهل تيكساس وبيدخل المحامي علشان ياخد وينس دي لكن ما بيعرفهاش من وسط البنات اللي على المسرح وما بتعرفش وينس دي تنساجم مع البنات وبتوقع عليهم بويا وساعتها بيعرفها المحامي فجومز بيقول اللي موجودين ان المحامي مكتشف مواهب مشهور فبتجري عليه كل الناس وبتطلب مرتسيا من لارتش ان هو ياخد وينس دي على العربية علشان يمشوا بسرعة قبل ما المحامي يشوفهم وفي العربية بتحاول وينس دي تعرف قصة المحامي من اهلها فبيجذب جومز عليها وبيقول لها ان هو بياع متجول من اللي بيخبطوا على البيوت علشان يبعولهم اي حاجة فبتسيبهم وينس دي وبتمشوا وبتقول مرتسيا انها حاسة ان بنتها ما صدقتش كلامهم ومع ذلك بيصر جومز يكمل الرحلة على امل ان هو يقرب من اولاده اكتر بعد كده بيوصلوا للجبال علشان يتفرجوا على المناظر الطبيعية وبيدخل فاستر الحمام بعد ما بان على التعب وبدأ يتحول لاختبوت وبتقول مرتسيا الجزء انها ملاحظة تغيرات على جسم فاستر ومع ذلك ما بيهتموش بالموضوع وبتفرجوا على المناظر الطبيعية للجبال وفجأة بتوصل طيارة خاصة للمكان وبتاخد قريب جومز وبتمشي وبعدها بتقدم مرتسيا هدية الوينس دي عبارة عن عقد ورسته من والدتها وبتعرفها ان العقد ده موجود في قطر الدم من كل واحد في عيلة ادمز وبتقعد وينس دي لوحدها وبتفكر وهي بتبص للعقد وكمان بتعمل فخ للمحامل اللي بيقع فيه بكل سهولة ولما بتروح تتكلم معاه بيرن التلفون بتاعه فبتاخد وينس دي وبتلاقي ان سيراس بيكلمها وبيقولها انها بنته المفقودة من سنين واللي فضل يدور عليها في كل مكان لحد ما شافها في المعرض العلم اللي كان في المدرسة وساعتها عمل بحث وعرف انها تولدت في نفس المستشفى اللي بنته تبدلت فيها وبيقول لها كمان ان عندها نفس العقلية العلمية بتاعته وفيه تشابهات كتير جدا تدل على انها بنته وبيطلب منها تيجي تعيش معاه فوينس دي بتقوله انها لازم ان تعمل بحث هي كمان علشان تتأكد انها بنته وبالليل والكل نايم بتروح وينس دي تاخد عينها من شعر والدها وبتحللها علشان تتأكد انها بنتهم لكن التجربة بتثبت انها مش بنتهم وانها ما تنتميش لعيلة ادمز وتاني يوم الصبح بتكتشف مرتسها ان وينس دي مش موجودة في العربية وسيبالهم جواب مكتوف في انها مش بنتهم وانها بتسعى للحقيقة و بتطلب منهم ما يدوروش عليها فبيستغرب بوكزل وبيفرح لانه الطفل الوحيد لعيلة ادمز في الوقت ده بتتكلم وينس دي مع لارتش اللي بيبقى ماش وراها وبتقوله انه هو لازم يدور على اهله زي ما هي رايحة تدور على اهلها لانه مش من عيلة ادمز زيها فلارتش بيقرر يروح معاها وبنرجع لجومز اللي بيقرر يتحد مع عيلته علشان يرجع وينس دي مرة تانية اما وينس دي و لارتش بيبقى وصلوا الوادي الموت الطريق اللي هيوصلهم لسيرس الراجل اللي بيدعى انه هو والدها وفجأة بيلاقوا قدامهم ناس معاهم متسيكلات دخلوا يعودوا في كافية علشان يرياحوا من تعب الصفر فبتدخل وينس دي وراهم وبتطلب من لارتش يضربهم علشان ياخدوا متسيكل منهم لكن لارتش بيروح يازف علبيان وساعتها بينبهر كل اللي موجودين في المكان وبيبدأوا يرقصوا وبيعرضوا على وينس دي من هما يوصلوها للمكان اللي هي عايزة وفعلا بيوصلوا وينس دي و لارتش للبيت بتاع سيرس ولما بيدخلوا من البوابة بيروح يقابلوا سيرس اللي بيرحب بوينس دي وبيعرفها على مراته وبنته اوفيليا اللي تبدلت معاها بعد كدها بيفرقها على المعمل وبيعملوا فحص دي ان ايه وبتتأكد وينس دي ان سيرس هو والدها الحقيقي وفي نفس اللحظة بيوصل جومس هو وعيلته لبيت سيرس وبيطلب فاستر ان هو يستنعهم في العربية لانه تعبان ولما بيروحوا يقابلوا سيرس جومس بيتعرف عليه وبيقوله ان هو يشافه في معرض العلوم وان هو خطط لكل ده علشان يخطف بنته فوينس دي بتوري له نتيجة فحص حمض دي ان ايه اللي اثبت انها بنت سيرس مش بنتهم فبينصدم جومس وبيحزن لما بيسمع الكلام ده وساعتها وينس دي بتقولهم ان هما هيباته هنا اللي لاده وتاني يوم الصبح اتودعهم ودعي لقبيهم وبياخدهم لارتش للمكان اللي هيباته فيه وبيعايد جومس مع مراته لانه حاسس انه فقط بنته للأبد وبيقابل بوكزيل اوفيليا بنت سيرس وبيقعد يلعب معاها في قضيتها اللي مليانة اكل وفوضوية زي قطه وفجأة وهما بيأكلوا بيتخض بوكزيل لما بتتحول اوفيليا مرة واحدة الخنزير وساعتها بيكتشف الحقيقة وبيروح بسرعة الاهل وبيقولهم ان عيلة سيرس في الاساس حيوانات ومش بشر وبيظهر سيرس من وراء بوكزيل وبيأكد على كلامه وبيقولهم ان اوفيليا ومراته حيوانات تم حقنهم بصفات بشرية وبيعترف لهم ان هو زور تحليل الدي علشان تدي له التجربة اللي هو فشل فيها وبيخرق غاز من الساقف بيخدر جومز ومورتيسيا وبوكزيل بعد كده بيرجع سيرس للمعمل بتاعه وبيلاقي ان عملت له المعادلة اللي هو فشل فيها فبيفرح جدا لان التجربة نجحت وبيفاجئ وونس دي لما بيوريها عائلتها وهما محبوسين في نبيب اختبار وبيقول لها ان من خلال ادخال التعديلات عليهم هيتحولوا الحيوانات مفترسة قاتلة وساعتها الدول والحكومات هتشتر اختراحهم بفلوس كتير جدا وهيبقوا اغنية ومشهورين لكن وونس دي بترفض الفكرة وبتقوله ان الهدف من تجربتها هو تحسين تفكير عما فستر وانها قبل عائلتها زي ما هما بدون تغيير ولما وونس دي بتطلب منه يوقف التجربة سيروس بيرفض وبيطلب من المساعد بتاعه ان هو يهاجم لارتش لكن بيكتشف ان لارتش هو المساعد بتاعه يبقى اصحاب وبيتحدوا سوا ضده وبيلعبوا بيكرة سلة وبيضربوه وكمان بيحدفوه على الانبيب وبيحرروا جمز وعلته ولما بيشتغل الجهاز بيتحول سيروس لوحش عملاك ومخيف متكون من حيوانات كتير جدا وبيهاجمهم وقبل ما يقتلهم بيوصل فاستر بعد ما تحول لاختبط عملاك وبينقذهم وبيهاجم سيروس وبعد معرقة طويلة جدا ما بينهم بيعوهم الاتنين من البيت اللي بيبقى على حفة منحضر لكن فاستر بيقدر ينقذ نفسه بس بيبقى بيحتضر وهيموت فبتتداق وينس دي لانها بتبقى حاسة بالزنب لكن بتفتكر ان العقد اللي ادتهلها والدتها في نقطة دم من كل فرض في عيلة ادمز فبتستغل قطرات الدم وبتعمل عليها تجربة وبتصنع منها ترياء علشان تعالج عمها فاستر وفعلا بتنجح التجربة وبيرجع فاستر لطبيعته مرة تانية وبتعتذر وينس دي لباباها ومامتها لانها كانت بتحاول تهرب منهم بسبب اختلافها لكنها اكتشفت ان الاختلاف ده جزء اساسي من عيلة ادمز وبتحضن باباها اللي بيشكرها وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك واهم حاجة تفعل الجرس السلام